مشان نقول لكم من شوية الاهلي التاريخ قال له خلاص كفاية مفيش مكان مفيش ورقة بس حقيقة فيه ارقام لازم تتقال ارقام قياسية مهمة للنادي الاهلي عبر الفوز بالبطولة رقم 10 تعالوا نشوف مع حضرتكم على الشاشة الاهلي حق لقب دوري ابطال افريقيا للمرة العشرة في تاريخه ليكون الاكثر تتويجا باللقب في القرى السمراء الاهلي فاس بدوري ابطال افريقيا 82-87 2001-2005-2006-2008-20012 و13 بص اللي جاء دي 20-21 الاهلي خاض امام كايزر تشيفز المباراتين واحدة في السوبر الافريقي والاخرى في نهاية دوري ابطال افريقيا وفازل مارد الاحمر فيهما الاهلي يصل الى كاس العالم للاندية للمرة السابعة في تاريخه ويستحقها وعن جدارة مخسرش الاهلي اي نهاية في دوري ابطال افريقيا امام فريق جنوب افريقي ودي حلو شكلها حلو والفقل الحسن يجي منها حلو حمدي فتحه اكرب توفيل اكثر استخلاصا للكرات خلال الشرط الاول من نهاية افريقيا بسبع مرات لكل منهما سدد لعيبي الاهلي خلال الشرط الاول ست كورات ليس من بينها اي تصويب على مرمى كايزر تشيفز عدد التمريرات الصحيحة للسلاسي علي معلول اتنين واربعين وبدر بنون اربعة وثلاثين وحمدي فتحي واحد وثلاثين مثل عدد تمريرات فريق كايزر تشيفز مجتمعين خلال الشرط الاول 107 دي ارقام مهمة بالنسبة لنادي الاهلي